السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء طلبات وطلبات صف الخامس الابتدائي ان شاء الله هنبدأ مع بعض unit 1 lesson 1 الوحدة الاولى الدرس الاول الوحدة الاولى بتتكلم على we plant our food نحن نجرع طعامنا we plant our food ان هو الدرس الاول طبعا دي الوحدة الاولى فيها مجموعة من الكلمات والدرس الاولى بتكلم عن food and drink lesson 1 food and drink vocabulary عندي الكلمات الاسلساء في الدرس زي beans eggs carrots carrots onions coconuts التكلمات عن chocolate chocolate lemons lemons binables limes limes extra vocabulary لها كلمات زيادة عن الموجودة بس برضو بنحفظها و بنعرفها favorite لقول المفضل favorite chicken mango mango a little معناها القليل a little healthy unhealthy healthy يعني صحي unhealthy غير صحي but but fresh fresh uncle uncle في مجموعة اسئلة على الكلمات هنحلها مع بعض ونشرحها بقول i buy يعني انا اشتري fresh vegetables الخضروات الطازجة من garden حديقة حريقة المنزل ماركت سو beach bank طبعا انا بشتري vegetables at the market من السو rabbits بقى ليت market معناها سو rabbits favorite food rabbits favorite food اللي هو الطعام المفضل الارانب rabbits favorite food is limes eggs carrots onions طبعا هو carrots الجزر number three what is delicious هو لذيذ الطعم ولكن but but not healthy ايه الحاجة اللي هي لذيذة الطعم ولكنها ليست صحية هل هي lime ولا chocolate طبعا دوكوا اللهم صحي مع chocolate هي unhealthy food they raise raise يعني ربي they raise chickens بربو الدجاج to get fresh طبعا بربو الدجاج to get fresh meat and eggs جاب لينا milk طبعا الدجاج ما بجبش مل onions بصل eggs البيض طبعا fresh eggs السؤال الخامس ايه هو is my favorite healthy fruit يبقى طالما healthy fruit يبقى اللي بتكلم عن فكهة ايه هنا من اللي فهم فكهة pineapple الناس ولا milk ولا chocolate ولا chicken طبعا ال pineapple i always have not and eggs from breakfast ايه لي بتناولوا على وقبة الافطار هالبينز ولا بونز ولا بينز ولا بينز ولا بولز طبعا ايه ways have beans and eggs اللي هو الفول والبيض على وقبة الافطار a farmer اللي هو الفلاح not onions and potatoes هالانيون بسوز البعم الفوقية طبعا بازراعهم throws يرمي throws يرسم reads يكرع ولا grows يزرع طبعا grows onions and potatoes هنحل general exercises on lesson one السؤال اول خلي بنا منه جدا بقى داسوع الجديد listen and write throw or false t throw معناها صح و false معناها خطأ يبقى انا بقي في المربع هنا لو الإجابة صحيحة بعمل t الإجابة خطأ بعمل f ولكن باستمع كويس جدا للكتعة اللي عندي طبعا الكتعة اللي كتعة استماع مش كراءة انت بتستمع للمعلم زي ما نها علمك كده بالظبع استمع ليا كده وبعا كان حم بور سارة and her family سارة and her family love practicing different sports يبقى سارة and her family love practicing different sports سؤال اول بقول لي سارة and her family love practicing different sports يبقى إجابة اللي طبعا صحيحة يبقى t أعمل t throw باك أقول لي they enjoy playing basketball باستمتعهم بلاعب الباسكتبول football and tennis ورجاء قال لي علي likes playing basketball the most علي likes playing basketball the most هنا بقول لي علي likes playing football احنا قلنا في الاستماع علي likes playing basketball يبقى الإجابة خطاة ومعامل f بمعنى كلمة false معناها خاطئة بيقول لي برضو ان علي likes playing basketball the most علي plays basketball in the club بيلعب في النادي علي plays basketball in the club يبقى الإجابة صحية أو كتب true السؤال الثاني برضو ببقى سؤال استماع بذلك بيقول لي لسن بقول لي لسن and complete استمع برضو واكمل هاكمل اللي موجود بيقول لي الدنيا's favorite food is chocolate يبقى الدنيا's favorite food is chocolate اكتب هنا food عرفة F O O D جايب لي بيقول لي برضو chocolate is unhealthy chocolate is unhealthy يبقى كتب هنا ايه chocolate تبقى في النقط سي كابر تعالى عشان بدأت جملة chocolate chocolate is unhealthy وقال لي شيء قويكس chicken تحب الدقاق fish and rice والقرس ونكتب هنا rice سؤالين استماع هيجيلي في الامتحان سؤالين استماع السؤال الاول هيقول لي listen and write true or false ويجب لي قطعة اسمعها واعمل true or false السؤال التالي listen and complete اكمل هذي الالجومن يبقى السؤال الاول والتاني السؤال التالت باب يقولي choose choose يعني اكمل اختار choose the correct answer from a b c or d اختار الاجابة السيحة من a b c or d question number one بيقول لي my uncle planted an apple tree in his my uncle زرع planted an apple boy apple tree in his هيزرع شجرة التفع فين؟ في الافس في المكتب ولا library المكتبة ولا room حجرة ولا garden الحديقة طبعا لو هيزرع الطفاح شجرة الطفاح هيزرعها في ال garden اللي هي حديقة المنزل we buy fruits بنشتري الفاك and vegetables ادي حلنا فو احنا بنحل في الاسائل اللي فاتت we buy fruits and vegetables at the bakery المغبز market soup library المكتبة school المدرسة طبعا بقى اشتري الخضروات والفواكه من الماركة الو السوق chocolate not healthy if we eat a lot chocolate can't didn't if you eat a lot i think انا اعتقد it's okay يعني okay تمام two أنا عندي كلام كله على two اللي غورة دا ما يلزمنيش في حاجة بس عندي two طالما عندي two بيجى بعدها الفعل في المصدر يبقى two الفعل في المصدر eats ولا eating ولا eat طبعا بمجرعة بسيط فيه او شاء ات المفرد غائب eating مجرعة مستمر eat المصدر يبقى I think it's okay to eat a little chocolate القليل من الشوكولاتة صال الرابع سؤال مهمة برضو read and match دا على فكرة الاسئة دي كلها تدريب الامتحان الامتحات التي تقعد وتجيلك في التحان الشهور او منتصف العام او اخر العام read and match a b with a with b بوصل ولكن اتعلم نفسها الرابعة لانا مش بنوصل الخطوط لو الخطوط تخش بعضها وتبقى مش واضحة لا دا هنا انا بكتب الرقم في المربع الموجود عندي eating too much chocolate الكثير من الشوكولاتة طبعا is unhealthy غير صحر يقول كاتب هنا number one eating too much chocolate is unhealthy chicken is my favorite my favorite ما فرض يبقى food ولكن انا في question mark في question mark يبقى من فعش يقول chicken is my favorite food سواء question mark يبقى ال question mark وهذه يكون سؤال يبقى غير ديت chicken is my favorite healthy food واكتب هنا number two my dad grows lemons my dad grows lemons بابايا بيزرع lemons الليمون يزرع فين in our garden في حركة المنزل هنا number three what's طالما قاب لي what's ما او ما يجب على سؤال طالما سؤال يبقى لازم في الاخرى يجب في كشة مارك what's your favorite food ما هو طعامك المفضل اكتب هنا number four السؤال الخامس reorder the words قعد ترتيب هذه الكلمات to make correct sentences عشان تعمل جمل صحيح market to onions بصل sells يبيع he هو the at طبعا هنقول he ده اللي هو البرونون بعدها الفعل he sells يبقى الفاعل والفعل باكا المفعول بيبيع ايه بيبيع the onions بيبيعوا فين at the market أو at market يبقى he he sells onions at the market أو he sells onions at the market أو 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 كشة number two يجب لي like and I fish chicken طبعا اقول i ده الفاعل عايز الفعل ب I like انا احب بحب ايه chicken and fish واحد يقول لي يعني ينفع دلوقتي ان اقول I like fish and chicken برضو ينفع طبعا ما عندي and ده ايه ايه اودي تنفع ما فيش فاها غلط ولا اختلاف he fresh collects every eggs day هنقول he collects يعني هي الفاعل ثم بعدها الفاعل collects fresh eggs البيضة الطازج everyday كل يوم نتبهي collects fresh eggs everyday كل يوم بكنا يقولي garden mangoes we in our grow طبعا we نحن عايز الفاعل grow نحن بنزرع mangoes فاكهة المانجا in our garden in our garden السؤالة بعلي كده يبقى اسأل قطعة السؤال القطعة طبعا بتكرأ كويس جدا عشان اعرف احل عليها يقولي read the text اقرأ القطعة and answer the questions my name is Dina I am in grade five I like healthy food I help my mom in the kitchen we make chickens beans and potatoes my brother likes to eat chocolate اسمها هدينا في سنة خمسة بتحب الطعام الصحي بتساعد ممتها in the kitchen في المطبخ we make chickens بتصنع أو بتطبخ معها الدقاق الفول والبطاطس my brother likes to eat chocolate اخي بيحب يأكل الشوكولاتة I like chocolate too انا بحب الشوكولاتة ايضا but ولكن I don't eat a lot ليه ما بتقولش كتير منها ليه لانة chocolate is delicious but not healthy هي لزيزة الطعم ولكنها ليست صحية بحب الشوكولاتة at the weekend في عقلت نهاية الأسبوع we visit our uncle بنزور عمنا he grows trees in his garden بيزراع الشجر في حركته حركة المنزل he has lemon and lime trees عنده شجر الليمون في الحركة my uncle helps me بيساعدني grow the mango tree في زراعة شجر المنزل it's interesting حاجة شهركة جدا دينا's brother أخو دينا likes بيحب الايه لو قنا نبص نقول my brother اللي هو أخو دينا likes to eat chocolate يبقى بيحب الشوكولاتة يبقى نكتب هنا نعمل دير على الشوكولات السؤال الثاني the underlined word الكلمة التي تعتقدها خط كلمة healthy is opposite خباك من السؤال دا يبقى كلمة التي تعتقدها خط اليدها healthy opposite يعني عكس أو ضد هي عكس كلمة healthy معناها صحي عكسها unhealthy السؤال الثالث سؤال الثالث بولي answer the following questions what unhealthy food ما هو الطعام الغير صحي is there in the text اللي موجود في القطعة لما قرأنا القطعة كلها لانا كلها طعام صحي chicken beans and potatoes هي حاجة واحدة اللي بغير صحي هي الشوكولات يبقى نقول الشوكولات 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 is unhealthy اللي بغير صحي بغير صحي يبقى نبص أنه يتعب أجل يتعب أجل و أجل يبقى نقول هو بزراء يبقى هي grows بيزراء lemon trees أو lemon and lime trees ليه ليجابادي هادي lemon and lime trees بقى السؤال بعد كده بسؤول بنكة تويشن بقى توترد the following علي thinks ice cream is healthy يبقى عالي كمتا اللتر علي thinks نعتقد أن ice cream ليهو ice cream is healthy في الآخر فلسطب يبقى عندي الأيب تعت علي وعندي الفلسطب رأيت براغ 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 40 كلمة 40 كلمة 40 كلمة الاختر فلسطب أغنية فلسطب براغ رأيت فصل أغنية وعنية ويقوم براغ وعنية healthy food it's important to have healthy food after all my trauma بابدأ جملة جديدة بحرف capital letter my favorite my favorite food the army المفضل is healthy food طعامي المفضل هو الطعام الصحي طبعا انا بحب الطعام الصحي اقول I like healthy food food full stone ممكن اقول I like انا بحب chicken الدقاق كمه على الصدر I like chicken beans الفول الفول and potatoes والبطاطس بحب فلستوب اقول I like eating I like eating بحب اكل vegetables vegetables oils and vegetables and vegetables ويعمل حبط البيان خضروات I like eating tomatoes الطماطم كم على السطر كاروتس القزر و كورن لو أذر أكمل برضو أقول I like I like Eating Fruits بحب أكل الفاتحة طالما قلت هنا Fruits يبقى ال I Like أنا بحب Oranges قوموا على السطر Bananas And the apples والتفاع I never أنا أبدا I never Eat Unhealthy food أنا أبدا مش باكل الطعام الغير صحي لإني Zay يبقى أنا هل سيفود Zay Are Not Good For health مش كويس للصحة ممكن أقول بقى I like Chocolate I like Chocolate أنا بحب الشوكولاتة أيضا و كما بعدها But ولكن I Don't Eat A lot أقول الشيء من هاتي ده أجراء بسيط على What your favorite food أو My favorite food يعني كلمات بسيطة و كلمات إحنا أخذناها و عرفناها إن شاء الله في الحصة القادمة أو في الفيديو القادم نأخذ Listen to والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا